السلام لبنات لابس عليكم و كي درسوا أمركم باخر على خير كي غدين معاشي الصيام مزال لبس كي درسوا مع هاد الحرارة مزال تقبل الله بعد صيامكم و صالح الأعمال ديالكم و كافحوا شوية ما فقوال ان شاء الله المهمة لبنات على اليوم ما جيتكم فيديو جديد وهو غنجاوب على هاد اسئلة اللي اطرحتوني في انستغرام قلت لكم سؤولوا وخدوا الراحة ديالكم كي عجبني ندير سجنغ ديال الفيديو باش كمقى على تواصل مع الزبوني ديالي و نجاوب على التساؤلات ديالهم و صبح الله لقيت ان اسئلة متكررة يعني نقدر نقول لك واحد المهم كيستان كي تعاودوا يعني صبح الله يعني كوشي كي يضرلون في التساؤلات فرصهم و انا جيت اليوم باش نجاوبكم على هاد التساؤلات اول حاجة بغيت نجاوب عليها ضغية ضغية من خارج الموضوع بغيت اول حاجة انكم تديروا ابوني ان شاء الله باش يبقى يفصل لكم جديد للقناة ديالي و اضغطوا على الجارس باش هات يتوصلكم نوتيفيكاسون ثانية حاجة وهي ان شاء الله بنات كازا انا فرحانة بزاف 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 كتر ما كتتصورو حيث قريبا قريبا غادي ندير معاكم وحد اللقاء اللي غادي نجمعو فيه كاملين بنات كازا والله متقدروش تصوروش حال انا فرحانة وشارف كبير هي ان اني انتلقاكم ونجمعو كاملين مهم ان شاء الله قريبا غادي نعطاكم لادات بالطبط وفين وقاع لي زين فورماسان ونتمنى انتمنى انكم تكونوا بزاف اللي ديوا تشرفوني بالحضور ديالكم وانطلقاكم والله العادي متقدروش تصورو الفرحات ديالي الكبيرة اللي غادي تكون النهار غادي نطلقاكم ان شاء الله وبحول الله مهم انا قيت الكستون هنا باش مقدر نجاوب عليهم كاملين انا هزيت هنا يا الكستون اللي لقيتهم متعود صور المهم كستون كي تعاودو مهم نبدو على بركات الله مانال بغينا نسولو كعفك وش ماما كسكن معك في الدار هاد السؤال ديما كالقاه في كومنتر في يوتيوب ديما كالقاه في بارتو وخايمكنك نجاوب بتعليف واحد لبارتي في الفيديو ونعود نجاوب عليهم معنى مش مشكلة لبناس انا ماما ما سكناش معايا ماما الهلي خطيها عليها هي جاية معاونانى فغالي كان مهم قاسة معايا مؤقتة ان شاء الله بد ما تعلمتو هادي والصراحة مسكينها وما كراتش فوقش مشي حتى يلدره ولكن انا اللي شدها كقول لعافك اماما قاسي معايا والصراحة الهلي خطيها عليها ما عرفتش بلا بيها شنو كنت غادي نقدر ندير كتعاوني بزاف 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 كتر ما كتصورو و الله يخليها الياربي امنى واحساسهم البنات اللي يخلي لكم وليداتكم ونخلي لكم وليديكم حيش هما تجرسنا لازعمال حيات بلا بيهم ما عرفناش كي غادي تكون سختم مواتنا والله العظيمي لهم العوين لغا يخطيهم معنى مانا فوقش غادي تبيني لنا غالي وعليش ما كتبينيش دعبة اوكي البنات انا غا نجاوب على ها التساؤل اللي جاني كتر 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 من بزاف يعني كتر ما كتطوروش صراحة في واحد الفترة كنت كان قول نبينو منبين في الاول كن عادي قلت غنبينو من بعد قلت ما غنبينوش في خطرة دعبة وليت كان قول غنبينو وليت كان قريبا يعني قريبا فهي دير ديكسي موة سنك موة وها انا معاكم مانديش مشكل حتى ديكو ولكن لغازون اللي خلاتني انتخذ واحد نار قرار انني ما نبينوش في خطرة وانني او غنبينوش حتيش دفرصو هم بعض الكمانتر الى ما قلتها لكم ما ديش تيقوني كينشي ناس يبقاوا يدعيو في البابل فوالا البنات كيدعيو في ولدة صغار لا يخفوا ما ديكو منتر اللي تعني equilibrium وماتتش اي حاجة اي شي حوي يجري ما تخمروا ما تخيلوش ان شي واحد في هاتلكون يكتب هادوك لكو منتر انني غادي نتحملوهم تاني حاجة خفت ان ولدي مانيني كبر يلومني قل لي ما مالاش بي انتشيني انا ما بغيش انبان انا ما بغيش انتعرف لا أعرف ما سيكون هذا العالم لا يمكن أن يكون معروف لكن بالنسبة لي يبقى يقولون له رجلنا ماما كل بارحة لأنه تعرف لكم مانطقة ضروري في هذا العالم نأخذوا انتقادات لذلك لم تريدون أن يأتي بإمكانهم قراءة معه أو بنت قراءة معه تقول له رجلنا ماما كل بارحة في الوضع رجلنا شي كمانطقة لا أعرف ما هو هذا فهمتني ذاك شي باش كنت نقول أ أفضل ولكن ديس كنشوف على يوتيوب ولكن ما زال هاد الأمر خصو دراسة ولكن بما أنكم بغيين تشوفوا غالي كتقولوا لي غالي ولدنا إن شاء الله غادي نبيونكم وتما تاج فقراسي تاج فقراسي ولهلا يخطيكم وذلك الحب اللي كتبغي والدي الله يكبر بكم ويخللكم وليداتكم ويفرحكم بهم وشغان كلكم ولهلا يخطيكم لي وصافركم عائلتي الثانية بالنسبة الزواج زوين وش فيه مشاكل ولا لا أراني حيرة بالنسبة الزواج ضروري فيه طلعات وهبطات فيه فيه الرومانسية فيه المشاكل وهذا ولكن اللي نصحكم البناز ما تبقوش متأثرين بدوك الأفلام وبدوك الحياة اللي كتسمعوه من كيبقوا يعودوا عليها شي وحدي اللي ما عرفت كي بغوي أصلا هذا ما نرى بسبب هذا اليوتيوب هذا اللي يهديهم شي ناس ما يبقوش لحياة الحقيقية يبقوش 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 كمانتر ونرى في الفيديو ونحن ما عايشين ونحن رجالتنا يقمعونا ونحن الأركل مشاكل مادية ونحن يعني هذا المشاكل رساري به العمل يعني لا تريد أن تقولوا هذا اليوتيوب السعدات متأطروا بدوك الأفلام اللي يبقوش نحن تلعبون كمانترون فهو يبقوش وعندما تتعلم ونحن تتعلم لحياة الحب لكل سعادة لكل غرام وكضيات ما يرغبون نحن تلعبون محتاطة الحياة في الول وكهما تكون ثمينة تتعلم للكوش حيث يعني تتعلم كما تتعلم لغازة التي تعيش عليها لذلك هنا يجي الدور المرأة حيث هي اللي خطة تقوم بهذا الدور مع الأسف حيث الراجل هو كيكون عنده واحد ضغط يوفر طروف الولاد يشربهم ويقريهم المرأة هي اللي خطة تحاول تخرج الزوج ديالها وتخرج رأسها من ذاك لاغوتين ومن ذاك القوقع عسلين وبلا ما غادي تحسوا براتكم غادي تلقاها وراتكم في واحد دوامة اللي صعيب أنكم تخرجوا منها حيث مثلا غادي نولي بقوت ما أنا يوميا نفس الروتين والصباح الماكلات الولد هادي جيب هادي جيب هادي غادي نولي فوحد يعني غادي نصلوا واحد المرحلة صافي غادي نولفو يعني إلا بغينا نديروا شي حاجة غادي نولي ونحسوا بها حشو ما ولا ما شي هي هادي ولا هادي دا نكمل أحسن أن نحن نبدلوا التفكير ديالنا وأنا قلت لكم شنو كاين ما تقشت عمروا رسكم بدوك الأفلام وبهادي ونحاولوا نقرأ ونحاولوا نطالعوا نحاولوا نشوفوا ديكوتش نحاولوا نشوفوا شي أطباء نفسانيا نرى ذاك شي عامل باليوتيوب يعني نحاولوا فغيما نعمروا رأسنا وما نبقاوش ننسينوا ذاك الحياة اللي كله وريضات وكل حب وكله رومانسية حيث ما كايناش ولكن كاين كل شي زوين ولكن مع ذلك أنا الحمد لله بلاك حياة زوينة بلاك كتلقي السند كتلقي الأخ كتلقي بزابة اللي حوا يزوينين رجلك ماشي هو بابك ماشي هو أخوك واحد شعور لي مختلف تماما فهمتو؟ المهم وش أمانة الإنستغرام في هالفلوس؟ جاء الوقت باش نشرح هاد القاضية إنستغرام كإنستغرام ما كي يخلش بحال يوتيوب حيث يوتيوب هو كي يخلصك هو كي يسافت لك الخلصة ديالك الشهرية علاش؟ يوتيوب البنات ستان كونتونو بحال تلفازة كتدير برنامج للا العروسة نحن كنديرو برنامج علاقة الإمكانية ديالنا واحد ما عرفت ش غادي نقول لكم شو نقدر نسميه مهم كنديرو شي حاجة اللي لا قدر الجهد ديالنا كنكخيي واحد لو كنتونو اللي هاد لو كنتونو سنحطوه في يوتيوب واللي هي يوتيوب كتدخل فيه واحد الإعلانات قد ما كان لو كنتونو كيتشاف بزاف قد ما كان لو كنتونو كيتشاف كامل قد ما لو كنتونو كيتلعو فيه إشعارات بزاف قد ما كان يجيك خلاص بزاف مع انستاغرات و هادشي راساري يعني تقدر تحط أي حاجة ايه يعني تفت الفازات على نفس الحاجة من يجي راشيد شو ولا للعروسة ولا تبارك الله براميش كوبرا كي يحطو الكبرنامج في التلفازات تجيوا الاشتبانسور تحطو فلوس مثلا انت السلاة المغرب كتجي اينوي كتجي مثلا دوحا و هادو كتجي شهر و دوك الاشهار ما تلاحظوش كنت تفرجوا برنامج كي قتلونا في الإشهارات وراء هادوك راح كي يحطو فلس صحيحة وادوكو مالي كي يربحو دي لبصها على ظهرنا اما اليوتيوب يعني واحد كيتعاون بها كين فغامو اللي معطي لي هادشي وكين لي صعيب انه يتوفق حيث مثلا باش غنقول لك انا غنواني ميك اوب اكتست ماشي سهل انني نواني ميك اوب اكتست ماشي اي واحد يقدري واني ميك اوب اكتست ولا نقول انا رسام ولا شي حاجة يعني بغي مخصصك بعدها تكون كاس بغي دك الشي ويكون معطي لي كدك شي باش تقدر تديره بحل مثلا الرسم ولا الميك اوب اكتست بحل مثلا انا عطي ادخذ اكزامبل جواد تبارك الله قنانا كيقول لك انا مادرت شو انا هادشي معطي لي انا هادشي كنبغيه وكنعرف له دونك اه نفس الحاجة بالنسبة الانستغرام البنات انستغرام نين كي كبر الكانت ديالك وكي وعندك واحد الانبغ دي فولوورز اللي تبارك الله كبير واللي يكون حقيقي حدبه ولو الناس كيشريوا الفولوورز وهذا ولكن كتبان كتلقى الكانت كبير وتتفاعل ما كاينش لفوتو ما فيهمش لاجا ما فيهمش لكومنتا تبا تبارك الله ليسوسياتي وهذا ورابده وكي ايقو دونك البنات كي مقتلكم انستغرام كانستغرام ما كيخلصكش ولكن اللي تقدر تخلص عليه هو الاعلانات تخلص من البوبليسيتات من البوبليسيتات ومن الحوج اللي تقدر تتخلص منهم في انستغرام اما ابقى هادشي ما كنضمش انه ما كيخلص انستغرام كونو اكيدين انه ما كيخلص هادشي اللي كاين من التباكت يومي في اليوتيوب ومتبعني في اليوتيوب وكي اعرفتها يعني با مالدوفة كيخلص كي نزوروو اذا كيقول ليراش تهادي راش تهادي هناك الفوضاء انا عماركيو انه متببعني في اليوتيوب وما كنضمش اني عائلتك مقربة ما سيشتبعك في اليوتيوب من تببعني في اليوتيوب بابا كتوشج له الشحية من هنا و من التباكت نعرف ماذا الخدمة دياسوهيب مرحبا اختي قلت اوصل رح سبيها بمال دفوع رجلي عنده واحد سنتر دكوغ تسوتين اللي من بخيمة حتى اللافك وكما قلت لكم البنات دكش عدش عنده عمل حر دكش باش كتشوفوا معي هكا سوهاي كي يسافر معايا كي يدي بلاسة معايا وخاصة رحكا ناخد الهضرة حيث سبا فاصيل باش انه يخلي كي يجارم التلفون ولكن وخاها كرا وخايا ما يجاري رح ما تكشم كي يكونش كي ما هو ولكن مهم كي يعاوني وكي يديد لي خاطري الحمد لله واشا ما نلعو ولا تدري حفلة كبيرة دي الخسانة لا لا ما نضنش ان شاء الله ما ندير غدير حفلة صغيرة في الدار غنجمع العائلة غدين نصافي هاتش اللي كاين ان شاء الله هاتش اللي غادي يكون شنو هي الحاجة اللي تخليك تقطعي مع الواحد الهضرة وتسالي معاها في خطرة في خبركم البناس ما عارشوش هدفو في بحديتي ولا في الناس كاملين انا من النوع اللي مثلا الى ادني شي حاد ولش تمنو شي جاست ماشي هو هادك ولش شي تعامل ماشي هو هادك ماشي كان واجه وهذا غلط كبير ونتمنى ان الناس ميكونوش بحالي صافي كان قطع بخفوك القامة اللي مني كتدور الايام انه كان يوحد سوء تفاهم صغير وفريمون انا ما فاهمش مزيان ودك الطرف الاخر ما فاهمش مزيان ولو ان احنا جينا واجهنا بعضياتنا وقتل اختراس دار منك وده وده كان ممكن ان احنا ما نوصلوش لادشي دونك البنات اللي نطلب منكم ما تكونوش بحاليه انا فغيمون هدا نشو شي حاجه صافي ما كان نحاولش نصفصر ما عنديش دك اه اه الاني نواجه الناس انانين هذا والحاجه اللي كتخليني انانين صافي نقطع وما ما نبقاش نهضر مع الواحد وفريمون الحاجه اللي كتستفزني هي متلا الاستغلال استغلال نحسب شي واحد كي يستغلني وكي بروفيت تافية وبغي في غي حاجت وهاد الحاجه كتمرضني ما كنت تقبلهاش شنو السين مناسب للزاواج صراحة ما كيش شي سين لي ما كيش شي سين معين للزاواج اي وحدة يقدر يجيها رزقها في 40 عام ولا 50 عام ووحدة يقدر يجيها رزقها في 17 ذاك شي دي الله سبحانه وتعالى ولكن كي خص ان البنت هي في الدماغ دي لانا نقدر نكون عندي 12 عام وانا عقليعي كبير حكيمة في التصرفة ديالي كنقدر نجاغي الدار ديالي كنقدر نتحمل مسؤولية ديالي ونقدر نكون عندي 30 عام 40 عام ومازالة محلولة ومازال ما كنقدرش نصير امور ديال الدار ديالي يعني ما كينش سين معين وذاك شي كيبقى على حسب على حسب الاقدر يعني فوق ما جاء الانسان اللي غدي ينتفهم معاه يعني حيش سجامة خطاغ وانا في الحياة ديالي جاء رنكونت خطاغ بزاف ديال اسمحوا لي تلقيس بزاف ديال الناس اللي فغي مولكتهم انهم تزوجوا في حد الاج اللي كبير وذك شي اللي كي عيشوا هنا عملي كي عيشوا في حسن من وحدات زوجات صغيرة يعني ما عمركم اللي بنت تفقدوا الامان ونسكولوا انا حيش كنشوفتش في لي جروب بزاف البناس حيش امرو رسكم بعض الافكار هذي شنو هي الصفة اللي كتعجبك فرجلك هي انني كان تقفيه بزاف وانا عارفة رجلي هذي الحاجة اللي كتعجبني بزاف يعني كان تقفيه واحد تاقة عمية وما كان وخة ما نعطيكو موحد الميشان الوخة يعطوني شي صويرة هكا كافية صوائب منطقش يعني بقوة دي كتاقة العمية اللي انا دايرا فيه وانتمنى انني ما نتخدلش واحد النهار وحمده لله هذي هي الصفة الصراحة اللي كتعجبني وهو انه انسان كي خاف الله ويعني هذي ما كيديروش خوفا مني انا ولا هاجي بل هو خوفا من الله سبحانه وتعالا وهذا ابو انطاج بالنسبة لي حمده لله واش متابعين دي الكعدة ظريكو صراحة بانسرويخ بتانبغيكم تانبغيكم تانبغي عليكم متانبوت عليكم اه بغي ما الله العظيمتوا مع عائلةش تانية اه اه تيقوا وما تتيقوش والله رك نموت عليكم ووا انا ركي ما قلت ليكم هاذي العالم كنتم مش ها فيه مش هال هاهتي كانت مشغلين برتاجة كي اعجبني نهضر كي اعجبني نعاود شي نتكسي حدايه واحد يحدلكran لا يكتشف على أسراري و أقولي أنا هكذا عزيز علينا نهضر معانش وشكين شي حد في حالي ما كان عرفش نخبي مثلا شك حالي كنت أفق فيها و صاحبون لأنا ومامو و لكني أخسني نقولها ولا بس ما كان نرتاح حتى كنا نقولها و كان نخرج ذاك شي لي في قلبي و اصبح الله ربي الحمد لله ما يخيبش من انك تكون الانسان يدخل يزوي ها ربي لا يخيبوش سوف أدري اختلاق لم أفهمت لماذا هذا السؤال تشاهدت المرة؟ مهم وش علقتك بحماتك وعليش قلتي ذاك النهار في ذاك الانتربيو اللي دانوا معك نسمع غير هادر تراجلي اوكي يا البنات أنا هاد سوجة بغيت نهدر معاكم وفغي ما وعجبني هاد السؤال وبغيت نوضح للناس حيث الناس فهموه بواحد طريقة اللي ماشي هي هادك شي لقصت قالوا لي وش إلا قالوا لك عائلة تراجلي كحبسي غادي تحبسي انا نشرح ليكم هالبنات وتقبلوها مني هاد التراجلي على راسي معينية وشي ذاك التكبير ودك شي繼 كندير معاهم ربي اللي يعلم راهوما شاهدين هما كيشوفو كل شي وهم عارفينني كيفاش ديران هم هاكا ديران هم كلمة القليل و انا هكا طبيعتي ديران حمدوليله ولكن انا كنفضل كنفضل أن الزوجة ولا أي واحد اتفرد راسها فلونتو غاج ديالها مع الزوج ديالها انا مزوجة براجلي كذلك هو مزوج بياته انا ما منحق تشي حدي تحكم فيه لا ماما لاجداتي لا حبيبي لا بابا لاتشي واحد ما يتحكم فيه ولا يامرو بشي حاجة كذلك انا لا ممشوز انا كانت زوجت بهذا كسيد شي راه البلو باردين لمشاكل العائلية اللي كاللقاو دابة في الزمن ديالنا هو ان الراجل كتحرش امه والمراكت تحرش امها وكيوقع دك السراعات ودك التشنجات وهي كتجي امرة وتيجي امرة ولا أنا جو سوية نفرد شخصيتي نفرد رأي ديالي انا هاشنو كانبغي انا هاشنو ما كانبغيش ا انا هاشك اندين انا ممن نهار لون حد منتع الحرف هاشش نو ما كان عارفشن دين هاشنو كانبغي هالي دي فو ديالي ونفرد شخصيتي حيث كيقول لك يقول لك الانسان عليش ما عودته النهار الول كيمشي معك اوكي انا عودت راجلي نسمع هدرتو ونسمع هدرت خالتو وعمتو وعائلتو كوني اكيدة عمرك ما هديش تعيشين مزيان كوني اكيدة انه بلا ما يحسوهما غادي يولفو انهم يقولوا لك شي حاجة وفرضوها عليك ونتي تديريها نهار اللي غادي مهديش تعيش تبغي تديريها حى هي بينسوها غادي تدرك هدي تسمى خايبة مثلا واحد الانسان تكتعطي وتكتعطي وتكتعطي واحد نهار تزيرتي ومعطاهتيش التسمى خايبة عليش حي تنتي ولفت دك الانسان ذيك الحاجة اوكي ايما انتي اخذت منه موقف اوكي ايما انتي ما بغيتاش مهما هاكي الانسان كي حسبا اذا انا دي مثل هذه بحكم تجربة ديالي هكا ديال الناس عرفتهم ديال الوالدة ديالي بحكم بزاف ديال الحويج فرضوش خصيتكم فرضو الاراء ديالكم فرضو الوجود ديالكم اللي يبغيني يبغيني كيف ما انا وانتي وراجلك اللي تاخدو قرارات في البيت ديالكم لا ماماك لا حماتك لا تشي واحد ما محقوق انه يدخل في القرارات ديالكم حيث منين كي يكون امر ما بين جوج ديالك يتحل انتو ما هي كونسونتخو معي راسكم احنا مثلا خارجين واحد الخرجة واحد تافيرة وحنا جوج ديالناس فاصل ما غادي نقدو البروغرام غادي نفطرو في بلاسة غادي نتفقو على بلاسة نباتو فيها غادي نتفقو على فين دوزونا ولكن منين كان كونو انكليك اللي كبيرة وكان كونو مجموعين وكان كونو بزاف ديالناس احنا الاراء تختلف وتتبقى شي كي اعترر اي ديال وشي كيف يقول انا بقيت هذي شي انا ديني ما في الاخر ذاك المجمع تخرج بشي نقاش وما كيتتافقوش شي كي شرق شي كي غرب واكترية اكترية صعب انك تجاري واحد القروب اللي كبير دونك ديالك شي باش انا كنفضل اي حاجة بين زوج تبقى ما بين امره ورجله وعائلت راجلك ولا راجلك وعائلت كنتي عليكم بالحترام عليكم بالتقار وانتي انتي ولا هو هو يعود والدي انه انا انتي انتي خس كتعودي راجلك ومو خس يعودك انه اتشي واحد ما يدخل فيكم حي ديما كنلقاو ان الراجل ما كيبغيش نسيبه علاش حي تنسيبه كتتحررش بنتها وكتجي لبنت مشارجيه وانا مدرتي ليش وانا ملبسة وهي كانت تقابلة عليها بلا موين جال وفي اللغول وبغاه هو يالله كي يبدأ ولكن بفضل الضغوطات دينا اي شو بنت خالتكي عايشة شو بنتها متكي عايشة كينو انا دبالبنات يعنيش كنقول لكم هادشي بحكم انني ما عاشوش بحالي كنتخلي جروب وكنقرا وكنشوف وكنحاول انني ما انطحش في هاد المشاكل فرضو شخصيتكم فرضو راسكم فرضو الاراء ديالكم بريسيس خدمي خدمي تشي حد ما يدخل فيك ولكن الحمد لله انا عائلة رجلي متفاهمين بزف 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 صراحة عمر هما تحكموا فيها ولا قالوا لي ما تدريش وما تفعلش وبالعكس هما تشجعوني انا حماتي كاتعيت لك اتقول لي قعما حطتي فيديو قعما تفرجت فيك يعني بالعكس ما عندهاش قاع المشكل والدليل انها مشت معنا لالالالعروسة ودوزنا وقت زوين وهذا هذا الشي اللي كاين وفالا البنات نتمنى انني كنت جاوبت على التساؤلات ديالكم حاولت نجاوب على التساؤلات اللي بغيما مهمة 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 بزاف وما تنسوا بش الناس ديالك اذا قريبا قريبا غادي انطلقوا والله القصمة البنات ايرلاركم عزاز علي وفق راسي معيني ولكن سكانها ترفعا الطريقة على الليل دابا يالله صليت للحجر وقلت والو غادي نصور لكم فيديو حيث ينابقيتها كما غادي نديرتها شي حاجة السلام عليكم وكم بزاف بزاف وطلاف راسكو